أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت باعتباره السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤيتي حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكافة شعوب المنطقة وخلال تصال هاتفي مع نظري الإسرائيلي أكد شكري أن مصر باعتبارها أولى دول المنطقة سعيا وترسيخا للسلام ستظل دائما تطلع بدورها وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم جهود السلام من أجل إنهاء الصراع وهو ما يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القادم أو القائم في القدس لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر حيث أكد شكري في هذا الإطار على أن مصر سوف تستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية